يا أهلا بكل حضراتكم عودة من جديد لعشة الصفحة الأهلي وتعالوا بقى نروح على السريع على مقر جريدة اليوم السابع وزملتنا العزيزة مريم سميح اللي حتنقل لنا أهم المنشتات في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة مريم صباح الفل عليك فضالي احنا سمعيني بصبح عليك يا كريم بصبح عليك أنا هوندو بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة جولة بداية الأسبوع من داخل مقر اليوم السابع هيكون معنا أبرز العنوين الصدرة صباح اليوم والبداية من موقع اليوم السابع علي معلول بعد وداع أمم إفريقيا هدفنا الآن التأهل لكأس العالم عبر النجم علي معلول نجم النادي الأهلي ومنتخب تونس عن حزنه الشديد بعد طبعا ما غادر منتخب بلاده لكأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو بنتيجة 1-0 في تصفيات ربع نهائي كأس الأمم وكمان قال علي معلول لعبنا مباراة رائعة ضد نيجيريا لكننا اليوم كنا بعدين عن الهدف ولما نكن جيدين في الشوت الأول وده طبعا الشوت اللي أحرص فيه منتخب بوركينا فاسو هدفه الوحيد وقال كمان علي معلول لدينا فريق جيد ويمكننا أن نفعل ما هو أفضل هدفنا الآن هو التأهل لكأس العالم على حساب منتخب مالي طبعا ظهر علي معلول في مباراة أمس في بداية الشوت الثاني وده كان ظهور الأول له مع منتخب بلاده عقب الشفاء من فيروس كورونا ومن صحيفة الشرق الأوسط قمة ساخنة بين مصر والمغرب اليوم والسنغال تخشى مفاجآت غينيا الاستوائية حجزت الكاميرون أول بطاقات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بعد فوزها على جنبيا بهدفين نظيفين أمس بينما سيخد منتخب مصر حامل الرقب القياسي في عدد الألقاب القرية سبع ألقاب لقاء قمة مع نظيره المغربي هو الأقوى وصفه تقريج الشرق الأوسط بأنه هيكون هو اللقاء الأقوى بدور ربع نهائي بتصفيات كأس أمم أفريقيا في حين ستكون السنغال مرشحة لتخطي غينيا الاستوائية وعلى ملعب أحمد أهيدجو في العاصمة الكاميرونية يويندي سيكون المنتخب المصري على موعد مع لقاء صعب جديد بعدما أخرج الفرعنة كاتف وار طبعا في المباراة الماضية بركلات الترجيح بعدما خلص الوقت الإضافي والوقت الأصلي أيضا وكانت كاتف وار أحد المرشحين للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية وفي الوقت الذي يطمح فيه منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الأمم الأفريقية لحسم بطاقة نصف النهائي للمرة الثانية في آخر ثلاث نسخ المنتخب المغربي بطل المسابق عام 1976 بيطمح للتأهل لهذا الدور المرة الأولى منذ 18 عام ومن موقع الشروق كلوفرت للمغرب أحضروا مصر المباراة لن تكون سهلة وجه النجم الهولندي باتريك كلوفرت المديرة الفنية الأسبق لمنتخب الكاميرون تحذير شديد اللهجة لمنتخب المغرب قبل المباراة المرتقبة اليوم أمام المنتخب الفراعينة طبعا مشيرا أن المغرب قادرة على تتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية وقال كلوفرت في تصريحات صحفية بالنسبة لي المغرب هو أحد المرشحين بالتأكيد وأضاف إحضروا مصر مباراة الغد أمام مصر لن تكون سهلة لعبوا المغرب يهدرون العديد من الفرص عليهم أن يتضربوا كثيرا وأن يتحسنوا كثيرا وتفوق المغرب بفارق كبير في المواجهات المباشرة مع مصر على مدار التاريخ قبل مباراة اليوم حيث نجح منتخب المغرب في الفوز 13 مرة من أصل 27 مرة في تاريخ المواجهات بين المنتخبين وفازت مصر 3 مرات فقط والتعادل حصل 11 مرة وأخيرا من الرياضية سباق الدرعية إدواردو بطل الثانية ودفريز يتراجع فاز السويسري إدواردو مرتارا سائق راكت فينتوري ريسنج بكأس الجولة الثانية من بطولة العالم للسيارات فورميولا إي التي استضفتها حلبة الدرعية أمس تحت الأضواء الكشفة في حين حل الهولندي روبين فرانس سائق إن فيجن ريسنج ثانيا وجاء ثالثا البرازيلي لوكاس دي جراس سائق راكت فينتوري ريسنج بينما اكتفى الهولندي ناك دي فريز الذي فات بالجولة أمس الأول بالمركز العاشر بعد مواجهته صعوبات تقنية واستضافت حلبة الدرعية جولتين من الصباق العالمي للموسم الرابع على التوالي دي كانت أبرز عنواننا الصدرة صباح اليوم الأحد من ناخ المقر اليوم السابع بشكركم جدا العودة لكم مرة أخرى احنا من شكرا جزيلا شكر زمالتنا العزيزة مريم سميح على هذه التقصية الصحفية المميزة